موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من فضاحر نناقش هذا الأسبوع تواجد قادة الحرب من عائلة صالح في المحافظات الجنوبية والتقارير التي تتحدث عن مساعي إماراتية لتجهيز معسكرات لهم في هذه المحافظات في ظل صمت مطبق من القوى الجنوبية التي طالما ناصبت العداء لكل من السلطة الشرعية و أبناء المحافظات الشمالية بوصفها احتلالا و يعملون ضد الجنوب معسكرات لطارق صالح في عدن و محافظات جنوبية أخرى لقتال الحوثيين يبدو الخبر منطقيا بالنظر إلى الرعاية الإماراتية لمشروع إقامة جماعات مسلحة لقتال ميليشيا الحوثي من خارج السلطة الشرعية أما المثير للدهشة و غير المنطقي فهو أن تعود عائلة صالح كقوة عسكرية على أرض طالما كانت محرمة خلال العامين الماضيين على أبناء المحافظات الشمالية من المواطنين العاديين أو مسؤول السلطة الشرعية بوصفهم احتلالا شماليا لما يسمى الجنوب العربي على مدى عامين كانت العمليات الأمنية التي تنفذها جماعات مسلحة تدعمها الإمارات تعمل على ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية بوصفهم خطرا يهدد حلم الانفصال أو أنهم مشاركون في قتل المدنيين في عدن أثناء الحرب التي شنتها ميليشيا صالح والحوثي أو العمليات الإرهابية اللاحقة لطرد هذه الميليشيا فما الذي تغير ليكون أحد قادة الحرب من الميليشيا على المحافظات الجنوبية وباقي الأراضي اليمنية مرحبا به على هذه الأرض وتحرسه مواكب خصومه المفترضين سؤال يقول البعض إن الإجابة عليه ليست بتلك الصعوبة بالنظر إلى أن الإمارات هي المتحكم الرئيسي في المشهد الجنوبي الآن وأن المشروع الذي أنتج المجلس الانتقالي الجنوبي هو ذاته يعيد إنتاج نفس النسخة في المحافظات الشمالية ولذلك فإن المشروعين لا مكان للتصادم بينهما إذ أن المستهدف الحقيقي هو السلطة الشرعية فريق آخر يرى أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا اللغط فالرجل يرتب قواته ليخوض معركته ضد ميليشيا يقف الجميع على الضد منها وأن تواجده في هذه المحافظات لا يمثل مشكلة بالنسبة للمجلس الانتقالي الذي يقدم نفسه معبرا عن الشارع الجنوبي كيف يمكن فهم تواجد قوات تابعة لأسرة المخلوع صالح في عدن وهل تتسع جغرافيا الجنوب لمشروعين متضادين وهل هما متضادان في الحقيقة ما تأثير هذا على المشهد الجنوبي واليمني بعمومه خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من عدن عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح ومن تعز الصحفي وسام محمد وأبدأ معكم ضيفي الكريمين بالسؤال المشترك والبداية مع الأستاذ منصور قادة الحرب على اليمن وشركاء ميليشيا الحوتي يتواجدون الآن في عدن وتقارير تقول بأن هناك مساعي إماراتية لتجهيز معسكرات لهم في هذه المحافظات كيف يمكن فهم الأمر بساء الخير أخي بشير وعليك وعلى الزملاء وعلى السادة المشاهدين بداية أود التوضيح أنني هنا في هذا الاستيديو قلت للحديث باسمي شخصيا ولا أمثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعمل هناك فيه بصفة نائب لرئيس الدار الإعلامي لكني هنا لا أعبر عن وجهة نظر المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي يعبر عن وجهة نظر دائما وأبدا وهذا ما نكرره زميلنا وأستاذنا الأخ العزيز سالم ثابت العولقي هو من يعبر عن وجهة نظر المجلس وبالتالي أتمنى أن لا يؤخذ كلامي أو يعتبر وكأنه تعبير عن وجهة نظر المجلس الانتقالي حتى وعن تماها أو تطابق معها كليا عموما أعتقد أنه نحن هنا لا نناقش هذه الموضوع موضوع وقود طارق باعتباره ولكننا قلنا لنتحدث عن محاولة لفهم ماذا يراد من كل ما يشاع حول وقود طارق أظن أن الكثير من القنوات الفضائية والكثير من وسائل الإعلام والناشطين والمفسبكين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليهم القول الذي كذب الكذبة وصدقها ويريد أن يقنع الآخرين بها حكاية وجود طارق صالح ليس هناك ما يثبتها وليس هناك ما يدلل على وجودها وغبل الأشياء أن تصدق وتناقش فكرة أساسا ليست مثبتة بدليل معين طارق صالح رأينا نعم أستاذ منصور أستاذ منصور نعم استمح لي يعني أكتفي منك بهذا القدر سندخل في النقاش في هذا الحديث إذا أنت يعني لا تصدق تواجد أيضا طارق صالح على أرض الجنوب هذا ما تريد أن تثبت في هذا يعني ما قلته من خلال إجابتك أعتقد وأعتقد لو سمحت لي أخي بشير أكمل فقرة فقط أنه إذا كان طارق صالح موجود في أرض الجنوب أعتقد أنه أولى من ينبغي أن يعطرض أو على الأقل أن يصدر بيان يحدد في نظره من وجود طارق في الجنوب هو الحكومة الشرعية باعتبارها تتحدث عن أنها موجودة في عدن برئيس الحكومة ووزير الداخلية ومسؤولين كثر والحكومة تعتبر أن عدن هي العاصمة المؤقتة لها وطارق صالح حد علمنا إلى الآن لم يعترف بالحكومة ولا يمكننا سندخل في هذا الحديث والنقاش الأستاذ منصور وبالتالي ما ينبغي أن تكون هي أول من يعترض وليس المجلس الانتخالي أستاذ وسام أنت أيضا السؤال المشترك أبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ منصور يعني الأخبار التي تقول بأن طارق صالح في عدن وأن هناك معسكرات يراد إنشاءها تحت قيادته لمحاربة الحوثيين خارج نطاق الشرعية لا أساس لها وبالبداية أنت كيف تقرأ وتتابع عن هذه الأخبار وإن صحت طبعا هناك معلومات كثيرة تتحدث عن انتقال طارق صالح إلى عدن بعد أن نجح في هروبه إلى محافظة شبوة وكلنا نعرف أن محافظة شبوة عبارة عن محافظة جنوبية ولاقى هناك ترحيب واسع من قبل قبائل وضباط في الحرس الجمهوري بغض النظر عن صحة وجود طارق صالح في العند من عدمه إلا أن الواضح جدا أن هناك ترتيبات تريد أن تفتح معسكرات خارج السلطة الشرعية خارج مظلة السلطة الشرعية وتريد أن تضيف للمشهد الجمالي تعقيد جديد سيكون بالنسبة للمشهد القائم هو بمثابة الغراق الهيائي للمشهد في حروب لا تنتهي نحن نعلم أن طارق صالح كان إلى قبل المعارك التي دارت بين قواته وقوات الحوثي في صنعه كان يطالب الجماعة الحوثي بأن تشركه في إدارة المعارك في المخى وكان هناك أخبار تقول بأنه العادة من المخى وقد قام بعمل خطة متكاملة لاستعادة المخى وبالتأكيد كان قوات الحاصل الجمهوري هي من اقتحت القنوب وهي من سندت صيح من البداية لذلك هذه الأخبار التي تتحدث اليوم لم تأتي من فراغ هناك استراتيجية واضحة تبنتها الإمارات منذ أن بدأت تدير الأمور في القنوب هذه الاستراتيجية قائمة على مسألات إقناع الجنوبيين أو محاولة استثمار الشعبوية القائمة من أجل الوقوف عند الحدود الشطرية السابقة وكذلك مضايقة أي شمال نستطيع الآن القول بأن الأعداء أصبحوا الآن متحالفين أقصد المجلس الانتقالي الجنوبي وأيضا قادة الإنقلاب طارق وعائلة التي حاربت الجنوب ووصلت إلى الجنوب وخرية المجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية لمقاتلته يعني ما أقصد القول للإمارات الآن استطاعت أن تجمع المتخاصمين لا لا ليس بعد لا يمكن القول أن الإمارات يمكنها أن تتمكن من فرض أجندتها المشبوهة في القنوب كل ما تقدر عليه الإمارات تقريبا هو أنها تحشر قيادات المجلس الانتقالي في الزاوية وتقنعهم باتخاذ مواقف تنتقس من حق الجنوبيين ومن حق القضية الجنوبية لكن بالمجمل المجلس الانتقالي لا يعبر عن القضية الجنوبية ولا يعبر عن القنوب إلا بالقدر الذي يكون فيه مخلص بالفعل لتطلعات الناس هناك ولتضحياتهم لكن أي تقاوز لهذه التضحيات بالفعل سيرتد على المجلس نفسه وسيفقد شعبيته وقماهيره وسينفضل الناس من حوله وسيبحث لهم عن بدائل لأننا عندما نتحدث عن القضية الجنوبية نحن نتحدث عن 11 عام قدم فيه القنوب خيرة شبابه وخيرة رجاله وقدم تضحيات وكان يواقع علي عبدالله صالح إلى 2015 يعني يواقع قواته ولا يعقل أن يضع القنوب يده بيد قاتله هذه لا يمكن حتى وإن قال عالم كله ليقنع القنوبيين بأن تعالوا تحالفوا مع علي عبدالله صالح أو مع جماعة الحوثي فهذا لا يعقل وهذا ما صمت عنه المجلس الانتقالي الجنوبي وأعود إلى الأستاذ منصور صالح أستاذ منصور ما الذي يجبر المجلس الانتقالي الجنوبي الصمت على ما تمليها الإمارات حتى لو تعارض مع الإرادة الجنوبية والمقاومة الجنوبية والشارع الجنوبي من يحدد ما هي إرادة مطالب الجنوبيين هل إعلام حزب الإصلاح وناشطي حزب الإصلاح على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بعض القوى المحسوبة للأسف على الشرعية هي من تحدد ما هي قناعات وما هي مطالب الجنوبيين حتى يمكن القول أن ما يقوم بالأشقاء الإماراتيون يتعارض أو يتناقض مع الإرادة الجنوبية سيد منصور كان هناك بيان من المقاومة الجنوبية بيان من المقاومة الجنوبية عارض ما قامت بها الإمارات من استقبال لطارق محمد عبدالله صالح والترحب في عدن وإيصال إلى شبوه ومن ثم عودته وفتح معسكر في بير أحمد والبيان تضمن أنه نشر نقاط لعدم استجابة التحالف الممثل بالإمارات العربية للمقاومة الجنوبية ورغبة الشارع الجنوبي بأن هذه الشخصيات غير مرحبة في الجنوب بالأسف لم أحصل على أي وثيقة رسمية تتحدث عن معارضة أي جزء من المقاومة الجنوبية وفعلا المقاومة الجنوبية وكل الشعب الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي سيظل حريص على أن لا تطأ أرض الجنوب أي خصم للقضية الجنوبية وكل من ينتقص وكل من يهدد السيادة الجنوبية فهو مرفوض لكن عليكم على الجميع أن يعرف أنه حينما تثار مثل هذه القضايا بإثارة الشارع الجنوبي ضد شخص مثل طارق إن كان قد دخل الجنوب مثلا مع فرض أنه قد دخل فإنه حينما يقوم الشعب الجنوبي وسيثور على الجميع لأن يثور على طارق وإنما سيثور على كل من يمثل مشروع معارض الجنوب أنت الآن تنكر حقيقة على عبد الله سأطر هذه القضايا في بيحان نعم أنت تنكر أستاذ منصور حقيقة واضحة وثقت بالصوت والصورة في شبوة وتحرك الطارق في شبوة واستقبله في شبوة ومن ثم عاد إلى عدن لا أنكر لا أنكر لا أنكر لا أنكر لا أنكر دخل طارق وصل إلى بيحان وأدى واقب العزاة في عارف الزوكة بحماية قوات من الشرعية والأشقاء حتى من التحالف العربي المسألة كانت إنسانية هو لم يدخل غازي ولم يقدر دخل على دبابات حينما دخل على دبابة عادوا قثث في عربات في قبره في مقابر جماعية وعادوا في شيولات هنا الوضع اختلف هو دخل بصورة منكسرة ودخل يؤدي واقب العزاة المسألة فيها ربما يأخذ قانب إنساني وأيضا هو دخل بحماية قوات من الشرعية لماذا يراد الآن أن تريد بعض القوى أن تنقل المعركة من بينها وبين طارق محمد عبد الله صالح الذي يبدو أن الأشقاء في التحالف يحاولون عادة إنتاج ليكون قوة بديلة للشرعية وللإصلاح في محافظات الشمال إذن مشكلتها هنا هي مشكلة مع الإصلاح ومشكلة مع الشرعية وليست مع المجلس الانتقالي القنوبي كل من يقاتل في الشمال لا يعني المجلس الانتقالي القنوبي ولا يعني القنوبيين بشيء إذن مشكلتكم مشكلة الإصلاح مشكلة القوى التي تحاول أن تخلق لنا مشكلة نحن في غناء عنها مع أي قوة أخرى تقاتل في الشمال هي مشكلة القوات الشرعية مشكلة الجيش الوطني الذي لم يعترف به طارق مشكلة قوى الإصلاح وليست مشكلة المجلس الانتقالي القنوبي لماذا يراد أن تكون المعركة فيما بين طارق وما بين المجلس الانتقالي القنوبي ليصفى في الأخير القولي لقوى الإصلاح إذن إذن أنتم لا مشكلة لديكم صد منصور صد منصور إذن أنتم لا مشكلة لديكم ربما تتصالحوا مع أي قوى أخرى الأهم أن تكون مع حزب الإصلاح لا 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 إطلاقا ليس هذا الكلام لا ينبغي هذا ما فهمته منك لماذا لا يكون المنطق المجلس الانتقالي والجنوبيين كما هو منطق الحكومة الشرعية بعدم قبول أي قوى أخرى تعمل خارج نطاق الشرعية وتخدم الانقلابيين سواء من عائلة صالح أو ميليشيا أخرى إذن معركة طارق محمد عبد الله الصالح هي في صنعاء حيث اغتال الحوثيون عمه وتركوه لا يعرف له قبر وتركوا منزله خاليا إلا من كلب سموه الكلب الوفي يحمي بيته مشكلته معه من من اعتدوا بالضرب على نساء المؤتمر الشعبي العام وهن يطالبنا في صنعاء بقتة الزعيم كما يسمينه ومشكلته معه من اغتال وداد ضيف الله يوم أمس مع الحوثيون في صنعاء ليست مشكلته في القنوب إذن هنا طارق صالح لا شيء بالنسبة للقنوب ولا يمثل رغم ولا يمثل خصم يستحق أن نفرد عضلاتنا في المرحلة هذه إذن مشكلة صالح أن كانت ذوقه أو جيش يتم بنائه بقيارة الشيخ معالي في مأرب ولماذا لا يذكر صالح طارق أن تمدد في محافظة الشمال سيكون إشكالية قادمة بالنسبة للإصلاح لأن الإصلاح يعتقد أنه لا وجود له في القنوب من الآن ومستقبلا الشرعية تشعر أنها غير موجودة لا في القنوب بشكل حقيقي ولا في الشمال إذن هم يخشون من مسألة أن طارق صالح يتمدد ويرث عمه مع أنني أشكيك في هذه المسألة لأنه طارق أضعف نعم اسمحني أن تقلنا لأستاذ وسام أستاذ وسام إذن هل نستطيع الآن القول بأن الإمارات تؤسس الآن لمشروع موازي مثل ما حصل تأسيس للمجلس الانتقالي ودعم الحراك الانفصالي في الجنوب هي الآن تريد إنشاء قوة بقيادة طارق صالح خارج نطاقة الشرعية وربما تكون هي بالتوازي مع المجلس الانتقالي وتفريخ اليمن إلى العديد من القوى تعمل خارج الشرعية ما رأيك؟ بالنسبة للحديث عن الإمارات أو قبل الحديث عن الإمارات يكون الحديث عن السلطة الشرعية أن حكومة هادي ماذا تفعل؟ لماذا تترك الإمارات كل هذه المساحات للعباد؟ اليوم عندما بدأت الإمارات تفكر بفتح معسكرات لطارق صالح فهذا معناه أنه نتيجة لشيئين الشيء الأول أن حكومة هادي فعلا كانت قد فشلت في قذب قواعد المؤتمر الشعبي العام وقذب ضباط وقنود الحرس الجمهوري الذين شعروا أنه لم يعد هناك شيء نجمعهم بالحوثي كان يفترض بحكومة هادي أن تبدأ بفتح معسكرات تستقبل الناس طارق ليس أو شيئا طارق هو مقرد قندي ما هي مهيلاته أصلا حتى يعود ويفتح معسكرات بهذا الشكل هو فقط مقرد ضابط في الحرس الجمهوري وعليه إن كان سيقاتل عليه أن يعود ويقدم اعتدار واضح عما ارتكبه من قرائم واختاة خلال المرحلة الماضية ثم ينخرج لكن أستاذ أسام البعض يقول لماذا يمتعض البعض من استيعاب عائلة صالح بطارق ومدهم بالسلاح وتكوين معسكرات لمقاتلة العدو والمشترك للجميع أولا بالنسبة لمعسكر الشرعية لا يحتاج لا لطارق ولا لغيره ولا يحتاج حتى لعائلة عبدالله صالح بكلها لديها كل الإمكانيات وبعد أن قتل صالح في صنعاء وتفجر الصراع هناك حصل تغيير في موازين القوى هذا التغيير المهم كان ينبغي استثماره لصالح استكمال المعركة وهزيمة الانقلاب لكن ما حدث هو أن ترتيبات بدأت تعلن عن نفسها وتظهر بأكثر من طريقة تقودها دولة الإمارات العربية وتعمل على إرباك صفوفة شرعية نحن نعلم منذ أن قتل صالح لم يعد هناك أي إشكالية في تعز مثلا كان هناك في تعز مشاكل كل يوم بين فصال معينة لكن عندما قتل شعر الجميع أنهم أمام معركة واحدة وأن الخصم ليس بالقضاء عليه ليس بتلك السهولة التي يتخيلونها لكن الإمارات بدأت تعبث بحقاق التاريخ والجغرافية وتعبث بقضية الجنوب وتعبث بالشرعية التي منحتها حق التدخل في اليمن وبدأت ترتب لأوهام ليست موجودة إلا في رأسها وحدها عائلة تعالي عبدالله صالح يعرف الجميع أنها انتهت ولو أنها كانت لتزال تنتلك شيء كانت ستقوم بذلك في صنعها وليس من العناد أو من شبه أو من المخة نعم إذن لماذا الإمارات تحرص على استيعابهم وتوفير كل الإمكانات لهم البعض يقول بأن هذه خطة الإمارات بدأت تستكمل والتصور الذي بدأت تريدها الإمارات في اليمن هو مجلس انتقالي في الجنوب بقيادة عيدروس الزبيدي والحراكة الانفصالي وأيضا نفس المجلس سيؤسس في صنعها بقيادة الطارق وفي المحافظات الشمالية وبهذا تكون الصورة قد اكتملت لمشروع الإمارات الذي تريد تنفيذه في اليمن أعتقد بأن الوضع في الجنوب يختلف قليلا عن وضع طارق صالح في الجنوب هناك قضية واضحة وهناك كيانات وقوة حية كان لها دور فاعل منذ البداية في مواقهة الانقلاب وفي تحرير مناطق واسعة الإشكالية مع المجلس الانتقالي الجنوبي هي أصلا تتعلق بعدم وجود رؤية حقيقية وحوار مفتوح مع الإخوة في المجلس الانتقالي وفي الجنوب من أجل الاتفاق على مسار واضح لمعالقة القضية الجنوبية بحسب المطالب التي يطرحها الجنوبيين ومفتوحهم والتي ضحوا من أجلها بالنسبة لطارق صالح هو أصلا قاء من خارج المنظومة هذه كلها ليس لديه شيء ليس لديه أي شيء حتى نتصالح أو نتقبل أن يكون لديه معسكرات خارج الدولة أو حتى دخل الدولة هذا كان عدو ولا يزال عدو هو لي اليوم يقول بأنه سيمشي على نصاحة بحسب النصاحة التي تركها له الزعيم ونحن نعرف ماذا قال صالح قبل مقتله بيومين قال أنه الشرعية لمجلس النواب ولدينا مجلس النواب عبارة عن أطول مجلس النواب في العالم وكانت المبادرة الخليجية لو تتذكر قد أفرقت مجلس النواب هذا من محتوى بمعنى أنه بقى مجلس نواب توافق فقط إذن صالح انقلب على المبادرة الخليجية وانقلب على المسار السياسي في البلد وانقلب على مخرجات الحوار الوطني وانقلب على كل شيء وإلى اليوم لا يعترف بالشرعية ومع ذلك هناك من يعمل من الأقل أن يكون له قوة وله خارج الدولة وخارج الشرعية اليوم الحديث عن الإمارات لا يفيد فيه شيء الحديث يفترض أن يتوقع إلى الشرعية على الشرعية أن تتحرك وتوقف هذه المهازل عند حدها أو أن تعفي الإمارات من دورها في اليمن ليس أمر صعبا يعني طيب سيد منصور صالح الآن بدأ يعني ربما هناك حالة من الغموض في الشارع الجنوبي ما بين من يرى بأن المجلس الانتقالي ربما الآن اتحد برعاية إماراتية مع عائلة صالح ويكونون ربما اتجاه واحد وينفذون أجندة والطرف الآخر أيضا يرى بأن المجلس الانتقالي لم يعد مجدي وأنما أصبح أداه بيد الإماراتيين ينفذ ما يملأ عليه يا سيدي أنت والأخ العزيز وسام منتعز أستطيع أن أقول وأؤكد بما قلناه مرارا وما قاله المجلس الانتقالي الجنوبي في أدبياته وفي تصريحاته وفي أحديث رئيسه الأخر رئيس عدروسة الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي دائما وأبدا نكرر أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو حاجة ومطلب وإرادة جنوبية خالصة تأسست بهدف إيقاد حامل سياسي موحد لقضية الجنوبي ورفع سياسية لتمثيل الجنوب سياسيا أيضا وإدارته في وقت الضروري ووقت الحاجة إذا ما فشلت الدولة والحكومة أو انسحبت لهذا يبدو من العبث أن نكرر دائما أو نرد على كل ما يقال بأن المجلس الانتقالي قاء بإرادة إماراتية أو أنه منقاد أو منساق للإرادة الخارجية حينما يصمت المجلس الانتقالي الجنوبي فهو ينطلق من مثل ربما لا أود أن أؤتيه كما هو نصا ولكن أقول أنه إن كان كلما عوى بلبلة لنقول القمته حقرا لكان مثقال الحقر بدينار بمعنى أنه أن ضللنا نرد على كل ما يقال لكن هذا حدث ليس بالأمر السيد منصور اسمح لي سيد منصور هذا ليس حدث يحتاج إلى صمت أو يتغاضى عنه لأنه ليس مهم كما تعلم هناك غليان في الشارع الجنوبي بشكل عام وهناك مواقف من العديد من الشخصيات في الجنوب استنكروا هذا الموضوع وأيضا من أبناء المحافظة الجنوبية قالوا هذه خيانة لدماء الشهداء في هذا الظرف لم نسمع أي تعليق من المجلس الانتقالي لا من رئيس المجلس ولا من أعضاء المجلس الانتقالي ولو حتى يبينوا ماذا يريدون مهم وموقفهم أصلا موقف المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب معرفتي هو أنه في المرحلة الحالية هو شريك للأشقاء في التحالف العربي وللرئيس عبد الربون منصور هادي رئيس الجمهورية في إنهاء الإنقلاب وفي إطار هذا المشروع نحن ننظر إلى وجود الحكومة الشرعية مثلا بكل وزرائها حتى بمن يعمل ضد إرادة القنوب وضد مصالحه على اعتبار أنه في ظرف حرب وفي ظل شراكة أنت الآن تساوي بين من قاد حرب على الجنوب تساوي بين من قاد حرب على الجنوب أستاذ منصور من قاد حرب على الجنوب ومن قاتل أبناء اليمن بشكل عام وبين الحكومة الشرعية التي الآن يعني بفضل الشرعية والرئيس هادي والجيش الوطني الذي قاتل وطرد الحوثيين سواء بالنسبة لكم أنتم كان بصاليين المسألة ليست بهذا القياس لكن أترك لي فقط بسألكم الفكرة أنه نحن نعتقد أن هناك في الحكومة الشرعية من لا يختلف الذرة واحدة عن طارق وعن علي عبد الله صالح نحن ننظر إلى علي ممحسن الأحمر بأنه مهندس الحرب مهندس احتلال جنوب في 94 وننظر إلى عبد الوهاب الديلمي بأنه مفتي الحرب وهذا شيء لا يمكن أن يكرانه وننظر إلى حمود الهتار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتحكم اليوم في القضاء وتنظرون إلى طارق وعائلة طيور جنة وتنظرون إلى طارق وعائلة تستقبلوهم كلهم اسمح لي بن بوريك صرح لصفحتي في تويتر أهلاً بن بوريك بن بوريك نائب المجلس الانتقالي قال نرحب بهم وأهلاً وسهلاً بهم على العين والرأس إذن لكم وجهة نظر مختلفة أمام يعني عائلة صالح بالنظر إلى علي محسن ومن وغيره كما تقبل المجلس الانتقالي الجنوبي قيادات شنت الحرب وأفتت ضد القضية الجنوبية قبلها في الحكومة في إطار هذه الشراكة أما طارق إلى الآن لم يثبت وجوده في عدن هو ظهر في شبوة بحماية الشرعية ولا يمكن أن في قضية إنسانية موضوع إنساني للعزاء باقي الحديث عن العناد وعن عدن هذه ربما إلى الآن تعد ترهات لا يسندها أي دليل وإذا ينتظر الناس في اليمن نعم أستاذ منصر ينتظر الناس في اليمن وفي الجنوب واليمن بشكل عام حتى تكتمل هذه الخطة وهذا المؤسكرات والجيوش بعدها أنتوا ستعترفوا حينها أمن الآن أنكم يتؤكدون أو تنفون له أخي بشير أخي أخي بشير أؤكد لك وأؤكد للجميع أن المقاومة القنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي أو حاملين أو فيها للقضية القنوبية ومخلصين ومستعدين للدمدة عنها بأرواحهم كما фعلوا في الحرب الأخيرة لذلك إن كان هناك ما سيضر بالقضية القنوبية أو أي خطر يتهدفها ستجد المجلس الانتقالي الجنوبي وستجد المقاومة القنوبية جاهزة للرد بالرد المناسب وفي الوقت المناسب حتى لو كان يتعارض مع التحالف العربي المتمثل بالإمارات التي ترعى الجنوب وهي المسيطرة بالتأكيد على كل شيء سواء القرار أو السيادة في الجنوب لا أظن أن التحالف العربي قال يتعارض مع الإرادة القنوبية التحالف العربي قال برقاله وشبابه وطيرانه ومدافعه ودباباته للدفاع عن القنوب وعن الشعب حتى اليابني بشكل عام لذلك لا نفترض نحن لم نقدر الآن من الأشقاء في الإمارات سوى كل خير هم بنوا المستشفيات والمدارس وعادوا الكهرباء والمياه وهم من قدم الأغاثة وهم من قدم خيرة شبابهم للدفاع عن القنوب وقضيته وهم من دافع وهم اليوم نعتز بدعمهم وكل ما يقدمونه لذلك لا نحن لا نتصور أبدا أن يكون وماذا عن الفصيل الآخر من أبناء الجنوب؟ ماذا عن الفصيل الآخر من أبناء الجنوب؟ أستاذ أسام الفصيل الآخر من أبناء الجنوب الذي يتعارض مع تواجد الإمارات سواء كان في الحكومة الشرعية أو من المواطنين العاديين الذين أظهروا امتعاضهم وعدم قبولهم بما تقوم به الإمارات في الجنوب هؤلاء أنتم كمان ضدهم؟ من الواضح أستاذ أسام نعم كنت قد وجهت السؤال لمنصور اسمح لي فقط إجابة من ومن ثم أنتقل إليك أستاذ أسام نعم منصور نعم نعم طيب إذن ربما لم تسمع سؤال إذن أستاذ أسام أنت بالنظر إلى المشروعين الآن الذي تقودها الإمارات العربية المتحدة في اليمن المتمثل بالمجلس الانتقالي للإنفصالي في الجنوب والآن إعادة إحياء ولملمة عائلة صالح وتقديمهم منقذين لليمنيين في حربهم ضد ميليشيا الحوثي التي كانوا هم السبب في تسليم كل الدولة ومعسكرتها وأسلحتها لقتال اليمنيين وانقلاب على الدولة بالنسبة لوضع الجنوب هناك ملاحظات لم تعد خافية على أحد منها مثلا أن الإمارات خلال سنوات الحرب هذه عملت على استثمار حيوية وحركة الشارع الجنوبي الذي في الأصل لم تقدر على تقاوزه وقامت بدعم مجموعة من الشخصيات التي أصبحت بمثابة قيادات للحراك الجنوبي أو للقضية الجنوبية رغم أنها لم يكن لها رصيد كبير خلال السنوات الماضية هذا واحد الشيء الثاني الإمارات عملت على مستوى الواقع على دعم الجماعات السلفية هناك قوات الحزام الأمني وهي قوات غير شرعية هذه القوات تتكون بالمقمل من الجماعات السلفية المتطرفة التي الآن أصبحت بمثابة سلطة أمر واقع بينما يتم خداع القنوبيين بأن المجلس الانتقالي هذا هو معبر عنهم في الحقيقة المجلس الانتقالي الجنوبي فيه عدد من الشخصيات التي كان لها دور في هذه الحرب لكن بدون أي مشروع سياسي ماذا يريد المجلس الانتقالي يا ترى؟ لا أحد يعرف بأي وقع حق يتحالف المجلس الانتقالي يتحالف قوى الحراك الجنوبي مع السلفيين المجلس الانتقالي يا أستاذ أسام حتى في هذه النقطة نعم في هذه النقطة سمح لي المجلس الانتقالي الجنوبي ربما مشروع واضح هو الانفصال لو أن المشروع واضح هو الانفصال فالطريق معروفة إلى الانفصال لكن يبدو أن الإمارات وبالذات في افتتاحية صحيفة الخليق قبل سابع أو قبل أشهر قالت بأن الانفصال في الجنوب أمر مستحيل وبالذات بعدها فشلت التقربة الكردية وفشلت التقربة الأسبانية الإمارات تستخدم قضية عادلة تعبث بقضية الجنوب لكي تجعلها مطية لعودة منظومة صالح هذا ما تريده بالنسبة للوضع في الشمال كما قلت سابقا كان هناك تبدل في موازين القوى وكان على الشرعية أن تحاول الاستثمار لصالحها على طريق إنهاء الانقلاب لكن ما حدث هو التراخي ومزيد من التراخي وهذا يدل على بوس وعجز الحكومة الشرعية التي أصبحت تتآكل وهي لا تحصل نفسها ولا تقوم بدور حقيقي على الأرض الآن عندما يصبح هناك راس جديد داخل المساحة المحسوبة على الشرعية وهذا الرسم مثلا إذا نجحت الإمارات في تشكيله من طارق صالح فهذا سيعني أن هناك تناقضات جديدة ستدخل إلى المشهد وسيكون لهذه التناقضات مسارات قد لا تتوقف عند حدود معينة ما يعني تفقر الصراع الأمر الذي قد يجعل الحوثيين يستثمرون هذه التناقضات لصالحهم وينتشرون ويقبلون المجتمع الدولي على التعامل معهم والتعاطي معهم اليوم الحوثي نجح في امتصاص حالة الضعف والهشاشة والارتباك التي خلفتها المعارك في صنعه واستطاع أن يلملم أوراقه بينما الحكومة الشرعية لم تتحرك موقف المملكة العربية السعودية سيد وسام موقف المملكة العربية السعودية الآن أين هو بالضبط مما تريده الإمارات في الجنوب أو لليمن بشكل عام نحن نعرف أن الملف اليمني والتدخل في الأساس جاء من المملكة العربية السعودية بينما الإمارات المتحدة جاءت فقط مساعدة لكن الإمارات لديها طمعها وهي تسير وفقا لاستراتيجية أمريكية في المنطقة الإمارات تريد أن تسيطر على السواحل وتريد أن تسيطر على الموانئ وتكون لها إمبراطورية عابرة للحدود أو قول مكتب للشركات العالمية وفروع له في كل مكان انتشارها في الساحل اليمني اليوم وصلت إلى الخوخة لم يعد يخفي حقيقة مشروعها وكذلك ذهبها إلى سقطرة السعودية تعاني من الارتباك واضح لكنها في النهاية هي صاحبة القرار بالنسبة للوضع في اليمن لذلك على الحكومة الشرعية أن تظهط أو أن تطرح أو أن تقول بإنشاء واضح وتطالب ببناء استراتيجية واضحة للتعامل مع الإمارات ومع السعودية نفسها وفي حال أن هناك تعان نعم طيب اسمح لي أن تقل إلى أستاذ منصور أستاذ منصور تابعنا في الفترة الأخيرة الكثير من أبناء الجنوب سواء صحفيين أو سياسيين ممن لا يتابع أو لا يقدر ما يقوم به المجلس الانتقالي ويرى بأن قادة المجلس الانتقالي الذين كانوا يقدمون أنفسهم بأنهم المتحكمين والذين قادة لتحرير الجنوب والقضية الجنوبية أصبحوا الآن مجرد ورقة فقط كل منهم يعمل لمصلحته وورقة ابتزاز فقط لجمع أموال لأرصدتهم وفقط وأصبحت القضية الجنوبية لا تعنيهم شيء حقيقة لا أدري كيف أقوله بما أرد في أمورك هذه أحيانا نستشعر أن بعض الطرح يبدو وكأنه من باب المناكفة وكأننا نتحدث حديث أطفال المجلس الانتقالي الجنوبي قاء ممثلا للجنوب بإرادة شعبية عريضة واسعة في الرابع من مايو وتم تأكيده في الواحد والعشرين من مايو مباركة تأسي المجلس الانتقالي ثم تأكرت في أكثر من فعالية المجلس الانتقالي يمشي اليوم بخطوات واثقة وقوية نحو ترسيخ بنيانة في إطار بناء مؤسساته بعد أن أعلن عن تأسيس جمع الوطني المكونة من 303 أعضاء ثم أسس فروح ثم زار المحافظات واستقبل استقبالا حرا لم يحظى به أي قائد جنوبي ورقه حتى في إطار الشرعي في السنوات الماضية أيضا الآن تم تأسيس المعدرة حتى أكمل ثم تم تأسيس القيادات المحلية في المحافظات بمعنى المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل بصمت وقوة وتمكين على الأرض لكن أن نتحدث عن أن المجلس الانتقالي لم يعد يمثل المجلس الانتقالي لم يعد تلك القوة فأظن أنه إذا كان الحال كذلك فهو لا يستحق أن كل هذه الحملة الشعوى وكل هذه المليارات طيب بالعودة إلى موضوع نعم بالعودة أستاذ منصور بالعودة إلى موضوع نعم أستاذ منصور بالعودة إلى موضوع تواجد طارق صالح وإنشاء معسكرات لي في الجنوب يعني المطالبات الآن التي أصبحت في الشارع الجنوبي بمن يطالب بطرده ألا تخشون من تنامي وتصاعد هذه الاحتجاجات وحدوث صراع بين أبناء المحافظة الجنوبية أنفسهم لا إشكال يثبت أولا أن طارق صالح موجود في الجنوب ثم تكون الشيء القادم هو طرده المسألة نحن الآن نعمل في إطار المناكفات وأنا قلت أولا أن طارق صالح لم يحترف بالشرعية وما زل هو كما قال أخي وسام متمسك بوصايا عم المخلوع صالح الذي قال أنه لا شرعية لا شرعية ميجلس النواب بما أنه لا شرعية للحكومة الشرعية التي نحن شركاء معها وشركاء مع التحالف أو أقصد نحن شركاء مع الرئيس هادي وليس مع الحكومة أقول أنه إذا كان طارق صالح موجود في الجنوب فكان أولى بالحكومة أو بالرئاسة اليمنية أن تطالب بطرده إذا لم يعترف بها المسألة لماذا يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالرد على شيء غير موجود في حين أن الحكومة التي تدفع باتقاه هذا الأمر وهي التي لم تعد تملك شيء سوى أن تغرد على تويتر وفيسبوك أنه لا توجد منطقة رمادية في تلميح لصالح أو لطارق أنه أما أن تكون مع الشرعية أو أن تعود مع الانقلاب لا توجد منطقة رمادية بين الانقلاب والشرعية هنا كان على الحكومة أن تكون أكثر شقاعة وأن تقول يا طارق محمد عبدالله صالح أما أن تكون معنا أو تكون مع الانقلاب لا أن تتعامل بهذا الخوف الرعد الأخوة في الحكومة إذا كانوا أيضا يشعرون السؤال الأخير لذيق الوقت هل الآن المجلس الانتقالي الجنوبي سيتعامل مع الحكومة الشرعية بشريك ويتعامل معها بأنها الحامل لليمن وليمن بشكل عام القضية الجنوبية في إطار اليمن الكبير أم سيظل بموارسات التي تعيق الشرعية ولا ترحب بكل من يعود إلى الشرعية كما تعلم حتى قادة المقاومة الجنوبية عندما أعلنوا انضمامهم للشرعية وموقفهم مع الشرعية يعني يمنعوا من العودة إلى عدن الرئيس أيضا يعني لحد الآن لم يستطع العودة إلى عدن والكثير من المنظمين تحت الحكومة الشرعية من أبناء الجنوب ومن قادوا المقاومة أصبحوا لا يستطيعون العودة إلى عدن المجلس الانتقالي الجنوبي هو شريك للتحالف العربي في مواقهة الإنقلاب وهو شريك مع رئيس عبد الرب أو هو يعمل تحت شرعية رئيس عبد الرب ومنصور هادي حتى انتهى الحرب وإيقاد حل عادل القضية الجنوبية الحكومة اليمنية لا تمثل القضية الجنوبية ولا تعبر عنها بأي حال من الأحوال طالما هذه هي توقعاتها وطالما هذه السياسات التدميرية والتخريبية لها الجنوب القضية الجنوبية لا يعبر عنها ولا يمثلها سوى المجلس الانتقالي الجنوبي هذا بالنسبة للشريحة التي تدعم المجلس الانتقالي وتدعونا الانفصال لكن هناك أيضا قاعدة عريضة من أبناء الجنوب مع الحكومة الشرعية بل في الفترة الأخيرة ربما تغيرت مواقف كثيرة من أبناء الجنوب وأصبحوا يعني يروا بأنه لا خيار غير الدولة وهم الآن يقفون ضدها وتغير مزاج الشارع الجنوبي بشكل كبير اسمح لي أيضا في الدقيقة الأخيرة للأستاذ وسام محمد أكمل أنه عشرين ثانية إذا سمحت عشرين ثانية عشرين ثانية أنه بالنسبة للأقواء الذين يبدو أن لهم موقف ربما غير متفق كليا مع المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحوار معهم قريا لكن في مسألة القنوب وما القنوب ستقدر الجميع القنوبيين إذا حانت ساعة الخطر التي تهدد الجنوب ستقدرهم في خندق واحد عيدروس الزبيدي مع أبو مشعل الكازمي مع سليمان الزامكي شكرا مع رئيس الوزراء أحمد الميسري طيب أستاذ وسام أستاذ وسام نعم أستاذ نصر انتهى الوقت للأسف دقيقة أخيرة فقط لأستاذ وسام محمد أستاذ وسام الآن السلطة الشرعية في حال منعت من العودة إلى الداخل وممارسة مهامها بالشكل الطبيعي وإن كان هناك الآن رئيس الحكومة من تواجد في عدن وهناك تحرك ولو بنسبة بسيطة جدا كيف سينعكس ذلك على المشروع اليمن بشكل عام ومواجهة الانقلابيين تفضل تقريبا نحن الآن أصبحنا أمام منعطف حاسم سيكون له ما بعده إما أن تعود القوى السياسية جميعها وتبلوى الرؤية واضحة لمواجهة هذه المستقدات وإما أن نسقط في المستنقع بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي أحب أن أعلق تعليق أخير بالقول أن القضية الجنوبية التي عمرها أكثر من 25 عام والتي بدأ النضال المعلم فيها من 11 سنة لا يمكن لأي مجلس يأتي ويقفز على تضحيات الناس أن يبقى ويحتفظ بتلك الجماهير وأن الناس تبقى مؤيدة له الوضع في القنوب والمزاق القنوبي يتغير كل يوم بناء على حقائق التاريخ والقغرافية وهذا تقريبا ما بدأت تعبث به الإمارات على نحو واضح وفج شكرا جزيلا لك الصحفي من تعز وسام محمد والشكر أيضا لأستاذ منصور صالح عضو واللجنة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اختام هذه الحلقة مشاهد الكرام تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان السلام عليكم اشتركوا في القناة